شهدين أهلا بكم من جديد تبعنا الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية وتحديدا إطلاق صواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة وفي تحرك عاجل من نصر حذرت تأمين مخاطرة وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية في أعقاب سلسلة من الاعتباءات ضد المدن الفلسطينية وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية دعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضد النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر محذرة من تدعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليا والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام إلى التدخل الفورية لوقف تصعيد الجاري وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بلحت الألاف أما ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق حوالي 1200 صاروخ من غزة على إسرائيل وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن المسلحين تسللوا لإسرائيل عن طريق البر والبحر والجو وسيتم تعبئة عشرات الألاف من أفراد الاحتياط وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تعليقا على الأحداث الجارية من إطلاق صوريخ من قبل المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة قال نحن في حالة حرب وسننتصر فيها وأطلب من مواطني إسرائيل لانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن وقال نتنياهو خلال اجتماع مع كبار مسؤولي المنظومة الأمنية إن حماس شنت هجوما قتاليا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنها الأمر أمرت أيضا بتطهير المستوطنات من الإرهابيين وبعملية واسعة النطاق لتعبئة الاحتياط كما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية مقتل رئيس المجلس الإقليمية في تبادل لإطلاق النار خلال هجوم شنه الفلسطينيون علق أيضا رئيس إسرائيل إسحاق هارتسوج على الحدث قائلا إن دولة إسرائيل تمر بوقت عصيب إنني أعزز جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته ومقاتليه وجميع قوات الأمن والإنقاذ رئيس إسرائيل أوضح في رسالته للإسرائيليين وقال أطلب إرسال كلمات التشجيع والقوة إلى جميع سكان إسرائيل الذين يتعرضون للهجوم وأدعو الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وإظهار الهدوء المتبادل مع التصعيد الذي يحدث على الأرض حذرت مصر من مخاطرة وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى ممارسة أقصى درجات ضد النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام إلى التدخل الفورية لوقف التصعيد الجاري وحث في إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الإنسانية فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال شهدنا إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه التغطية وبكل تأكيد سنوفيكم بكل ما هو جديد شكراً جزيلاً على حسن المتابعة وإلى اللقاء